السلام عليكم في هذا الفيديو نحن نتعرف على الفيلتر وهو جلب نتائج محددة من الفاير ستور بناء على حق المحدد او على قيمة محددة حتى نفهم الموضوع اكتر هناخد مثال عملي يوضح الفكرة اللي ان احنا عايزينها اول شي هنروح للكونسول اللي عنا هنضيف لا اليوزرز حقني طبعا انا هسميه هون ايش تمام حيكون مثلا عمر على سبيل المثال هذا الشخص عشرين وليكن وهو طبعا واقل وائل عمر عشرين حيكون باسل على سبيل المثال تمام عمره وليكن ثلاثين او قلنا اربعين في هذا الشكل اذا باسل عمره اربعين وائل عمره عشرين ببساطة شديد طيب كيف انا ممكن اجيب الاشخاص لأعمارهم عشرين على سبيل المثال كيف هذا الشيء ممكن احنا نعمله بكل بساطة انا هروح طبعا للكود اللي عندي هاعمل فانكشن سميه get that متما تعودنا دايما هاعمل فانكشن سميه get that بهذا الشكل تمام؟ طبعا حتكون من نوع لانه طبعا احنا عارفين انه عملية جلب البيانات بستغرة وقت والget هي future فاذا احنا بحاجة ونعمل هون ببساطة شديدة collection reference مثلنا بالفيديو السابق هسميه users res بهذا الشكل هون هنعمل firebase fire store dot instance هنعمل instance منه هنقدر نصل طبعا للكوليكشن ها اختار هون اسمي اللي انا هاستعمله طبعا انا هاستعمل users ببساطة شديد بهذا الشكل ثاني شي مثل ما تعلمنا بالفيديو السابق ايضا هنعمل users ref dot get بهذا الشكل تمام؟ ما في شي اختلف طبعا الget مثل ما بنعرفيه بترجالي future await or async فانا بحاجة تكون اعمل await بهذا الشكل طالما في future فانا عندي async و await فانا هون بعمل await طبعا ملاح نرجع نهاية الامور اللي شرحناها بالفيديو السابق هون طبعا هعمل زين ثم القيمة اللي هترجعلي تمام بهذا الشكل شو اللي احنا عمل فيها احنا بكل بساطة هنطبع print طبعا او هناخد ال value لانه ال value مثل ما بنعرف هي سنابشات تمام؟ هاجيب انا اللي داخلها طبعا اللي بترجعلي list من نوع سنابشات بهذا الشكل هعمل عليها بهذا الشكل تمام؟ هنعمل عليها بهذا الشكل هنطبع طبعا ال element بهذا الشكل element ونشغل داخل ال element بهذا الشكل ونشغل داخل ونعمل هون طبعا عشان نلاقي القيمة مباشرة بال terminal بهذا الشكل هنفتح ال terminal هنعمل طبعا هو طبعا يفترض هلا يروح يجيب لي جميع ال document الموجودة بال collection users فهنا راح يجب لي الاثنين document ال document الأول الخاص بباسة بال document الثاني الخاص بواق ببساطة شديدة طيب سؤال نحن عنوان درسنا اليوم هو الفلتر الفلتر هو من اسمه طنقية النتائج طنقية يعني أنا عايز جيب القيم بناء على مثلا حق المحدد أو بناء على قيمة محددة شو يعني هذا الكلام؟ أنا لنفرض عايز جيب جميع ال user اللي اسماؤن واق شو بعمل بهي الحالة؟ شو بدي أعمل؟ كل بساطة بعمل فلتر بعمل فلتر من خلال ال where اللي طبعا بتنكتب قبل ال get بعد مباشرة بعد ال collection نحن ممكن عندنا مثل ممكن حدد أنا مثلا هون أول شي اسم الحقل حقول له الحقل user name جيب لي جميع الأشخاص على سبيل المثال يلي تماما اسماؤن على سبيل المثال is equal to مساوي y ببساطة شديدة فيفترض هلا يروح يجيب لي document واحد من ال collection اللي هو طبعا لأنه أنا عندي اثنين document واحد باس الواحد واقل فيفترض يجيب لي بس واقل ليه؟ ليه يجب لي بس واقل لأنه أنا بكل بساطة عندي document واحد في user name يساوي واقل فراح هو بحس بال collection عن document يلي فيه username يساوي واقل طيب لو كان عندي شخصا اسما واقل هيروح يجيب لي الاثنين على سبيل المثال لو نعمل auto ID بهذا الشكل هعمل هون user name بهذا الشكل هسميه ايضا واقل تمام هون طبعا الايميل تمام اي كلام مبدئيا WW ماكي مشكلة هعمل طبعا الحقل الثالث واللي هو على سبيل المثال تمام بهذا الشكل حلو هنعمل save فيفترض هلا لو عملت يروح يجيب لي طبعا الاثنين document لانو عندي فيه اثنين document ال username فيهم واقل شايفين بهذا الشكل هذا document الثاني وهذا document الاول فعلا راح يجب لي اثنين document لانو عندي اثنين document فيهم ال username يساوي واقل طيب سؤال لو انا عايز مسلا نجيب ال document للاشخاص اللي اعمارهم فوق ال 30 شو بعمل بهاي الحالة لا نفرض ان عندي طبعا اشخاص الشخص الاول ولكن هو باسل طبعا هون انا عامل الage عندي غلطة عامل الage string نازل خليه number عشان عمليات المقارنة نعرف ان عمليات المقارنة بتصير على number فلح اعمل طبعا باسل على سبيل المثال عمره 40 ووائل نفس الموضوع بخلي number بهذا الشكل وبخلي طبعا عمره 20 بهذا الشكل والشخص التالف اللي هو وائل هغير اسمه هغير اسمه على سبيل المثال محمد محمد بهذا الشكل تمام؟ وحخلي عمره على سبيل المثال قد يبحق للعمر نخلي الage طبعا number اكيد بهذا الشكل وحخلي عمره 60 بهذا الشكل تمام؟ عندي ثلاث اشخاص باسف عمره 40 وائل عمره 20 ومحمد وعمره 60 طيب لو رحنا نحن للكوت وعايز انا على سبيل المثال جيب جميع الاشخاص يلي اعمارهم فوق العشرين شو بعمل؟ اول طبعا ما امحي انا اول شي بحدد الحقل اللي هعمل عليه الفلتر هو طبعا بهاي الحالة هو الage صفة لا لا؟ انا هاعتمر على حقل الage بالفلتر هقول له جيب لي جميع الاشخاص يلي اعمارهم تمام؟ is greater than اكبر من is greater than اكبر من كل بساطة هون هحدد انا العمر وليكن على سبيل المثال جميع الاشخاص يلي اعمارهم فوق العشرين فوق العشرين ركزوا معي مين لازم يجيب لي؟ لازم يجيب لي محمد وباسل ننتظر تعالنا راح جب لي محمد وباسل طيب لي ما جب لي واقل؟ فانو واقل عمره 20 لان انا هون اقول له اكبر من مو يساوي اكبر من لو قلت له is equal to كان راح جب لي بس واقل منشوف منشوف افترض هلا يجيب لي بس واقل ننتظر فعلا راح جب لي فقط واقل مت ما شئتين بهذا الشكل راح جب لي فقط واقل طيب حلو كتير هذا الكلام طيب هالمعنى طيب سؤال هل عنا اكبر او تساوي مثل الدارت من تمام عنا كل امور نستعملها بالدارت موجودة هون شوفوا هون شعنا is greater than or equal to يعني اكبر من او يساوي بهاي الحالة اللي حيروح يجيب لي جميع الاشخاص لان وائل عمره عشرين فهو حقق شرط اليساوي وباسل ومحمد اكبر من عشرين فهون نحققوا شرط is greater than هون عم اقول له اذا اكبر او يساوي ببساطة شديدة نعمل هوتر ستارت فنلاحظ انه لحيروح يجيب لي جميع الاشخاص وائل وباسل ومحمد لان وائل عمره عشرين وباسل عمره فوق العشرين محمد عمره فوق العشرين حلو كتير طيب لو انا عايز جيب جميع الاشخاص اللي اعمارا تحت الاربعين او تحت الالثلاثين على سبيل المسال شو بعمل؟ بعمل is lease than اصغر من بقول له هون الالثلاثين مين اللي اعمارا اصغر من الالثلاثين عندي بالكليكشن؟ شخص واحد وائل بس يفترض جيب لي بس وائل ننتظر نلاحظ انه جب لي مين؟ جب لي وائل فقط ليه؟ لانه باسل عمره اربعين ومحمد عمره ستين مين اللي عمره اصغر من الالثلاثين؟ وائل وائل قدي عمره؟ عشرين اذا الموضوع صار واضح بالنسبة لالنا تماما عندي اصغر من عندي اصغر من او يساوي عندي اكبر من عندي اكبر من او يساوي وعندي يساوي وبنفس الوقت اكيدة ما بننسى انه عنا لا يساوي في نقول له is not equal to لحيجيب لي كل الاشخاص بسي اللي اعمارا لا تساوي لثلاثين فحكما اللي حيجيب لي وائل ومحمد وباسل لانه تلاتة اعمارا لا تساوي لثلاثين واحد عمره عشرين واحد عمره اربعين واحد عمره ستين ببساطة شديدة طبعا اذا الوير اول شي بادخل انا الفيلد اللي هامل على عملية البحث او عملية الفيلتر تمام؟ بعدين بادخل الاسم العملية تمام؟ لها طبعا هل هي is equal to او is not equal to او على سبيل المثال is greater than او is greater than or equal to او عندي طبعا is less than or equal to الى اخرين لدينا كثير من operator طيب حلو كثير هذا الكلام لو انا عايز على سبيل المثال ابحث بمصفوفة او ابحث بعدة قيم او بداخل الاسم العملية او عائز جميع الاشخاص اللي اعمارهن 40 و60 شو بعمل بهذه الحالة؟ اذا انا عايز اعمل فيلتر وجيب جميع الاشخاص اللي اعمارهن 40 و60 شو بدي اعمل هون؟ قال بكل بساطة عندي الwer in طبعا تقبل مصفوفة هاقول له مثلا نجيب لي جميع الاشخاص يلي اعمارهن 30 ويلي اعمارهن 40 ويلي اعمارهن 60 على سبيل المثال فانا هون صار ممكن اعمل عملية بحث بأكتر من قيمة فمين اللي حيجيب لي؟ اللي حيجيب لي طبعا محمد وباسل ليه؟ لأنه محمد عمره 40 وباسل عمره 60 فمنعمل هوترستار بنتأكد من هذا الموضوع فمنلاحظ فعلا راح جاب لي باسل ومحمد ليه؟ لأنه باسل عمره 40 وأنا خفت 40 هون فعم قوله بحثت عن جميع الأشخاص اللي عمره 40 فراح جاب لي باسل وعم قوله كمان بحثت عن جميع الأشخاص اللي عمره 60 تمام؟ فراح جبلي محمد اذا انا ممكن ابحث من خلال مصفوفة على اكتر من قيمة ببساطة شديدة طيب لو انا عملت هون عشرين فلاح يروح يجب لي كل الاشخاص ليه لانه وائد يساوي عمره عشرين ومحمد يساوي عمره ستين وباسد يساوي عمره اربعين فراح جبلي جميع الاشخاص يعني كل قيمة من هدول هيروح يعمل علي بحث لحال فهي ميزة الوير ان في عكسه طبعا الوير ناط ان يلي طبعا روح يجب لي جميع الاشخاص اللي اعمار لا تساوي لا عشرين ولا اربعين ولا ستين فما لا يروح يجب لي ولا شخص لانه الاثلاث اشخاص اللي موجودين عندي بالداتبز واحد عمره عشرين واحد عمره عربعين واحد عمر ستين طيب لو كتلو هون 30 هيروح يجب لي ميه وائد ليه لانه وائد هو الوحيد اللي اعماره لعمره لا يساوي لا ثلاثين ولا اربعين ولا ستين فمنشوق راح فعلا جب لي وائد لبساطة شديدة طيب على سبيل المسال انا أريد أن أبحث بحقل وهذا الحقل النوعية مصفوحة ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه لو رحت مثلا على وائل أو على باسل بهذا الشكل وأضفت حقل هذا الحقل على سبيل المثال حيسميه lang وحيكون الطيب الخاص فيه هو array وليس string أو number شو بعمل بهذه الحالة؟ طبعاً على سبيل المثال هي لغات نفرض أنه باسل يتقن اللغة العربية فقط لا غير تمام؟ بهذا الشكل an تمام؟ باسل يتقن اللغة العربية ولح أفرض أنه وائل يتقن على سبيل المثال لغتين واللي هن طبعاً على سبيل المثال اللغة الإنجليزية لحالية en اختصاراً لا إله ويتقن لغة أخرى اللي هي اللغة العربية بهذا الشكل لحعمل an تمام؟ ولح أفرض أنه محمد على سبيل المثال يتقن لغتين أيضاً وليكن على سبيل المثال اللغتين هنا طبعاً أيضاً كله كمان من نوع الر ونفرض أنه اللغتين هنا فر يعني فرنسي وحيكون على سبيل المثال ال يتقن لغة ألماني أو محمد يتقن اللغة الفرنسية والإنجليزية وإلي يتقن اللغة الإنجليزية والعربية وبالسن يتقن اللغة العربية فقط وأنا عايز أبحث بها الر اللانج هون هي الر ما فيني أبحث بها مثل ما ببحث بحقل عالي فهون الحل لهذا الموضوع كان من خلال ببساطة شديدة أني أدخل أول شيء اسم الحقل متما اتفقنا اللانج بعدين هندخل عندي طبعا اتنين أوبريتور للتعامل مع المصفوفات ويلي هنن طبعا الاري كونتين والاري كونتين أني الاري كونتين طبعا تقبل سترينج والاري كونتين أني تقبل يعني الاري كونتين أني تبحث بأكثر من قيمة والاري كونتين تبحث بقيمة واحدة ولكن على سبيل المثال رجب لجميع الأشخاص اللي طبعا يدقنوا اللغة العربية wenn We один. فتحنا التيرمينال بهذا الشكل يحتاج لي طبعا وايل وباسل بهدا الشكل لي؟ لان وايل وباسل هن اللي يدقنوا اللغة العربية بينما محمد amazingly يتقن للغة الفرنسية والانجليزية لا ي אתقنين اللغة العربية عشان هيك ما يديني نتيجته تمام؟ عشان بس أطبع موجود موجودة واضح بنسبة لالك اروح لقيمة يكون الموضوع واضح بالنسبة لالك تمام؟ لما ي plaisحظ فعلا باسل ووائل لانه بكل بساطة وائل وباسل هون اللي بيتقنوا اللغة العربية هون محمد يتقن اللغة الفرنسية والانجليزية لا يتقن اللغة العربية عشان هيك ما جبليها راح جبلي وائل وجبلي باسل باسل يتقن اللغة العربية ووائل يتقن اللغة العربية والانجليزية وائل يتقن لغتين ولكن اللغة العربية موجودة فيها اذا اوكي حيروح يجب لي وائل حيجب لي باسل طيب لو على سبيل مثال قلتت له روح جب لي جميع الأشخاص الذين يدقنوا اللغة الفرنسية من الشخص الوحيد اللي سيجيبوهم بهذه الحالة ؟ الشخص الوحيد هو محمد لأنه محمد هو الوحيد الذي يدقن اللغة الفرنسية محمد يدقن اللغة الفرنسية والإنجليزية إذن هو يدقن اللغة الفرنسية فإذن راح جاب لي محمد ببساطة شديدة طيب عنا أيضا للرأياني بكل بساطة طيب قبل ما أعمل الرأياني في كترة حبيت عاملة إذا قلت لي لو اذهب لي جميع الأشخاص والتي يتقنهم Laurie Assassin هل يجب علي مين بالمنظمة الآن سوف اذهب لي Hardy وهل يجب علي 。 وهل يfendimiz لأنه يتقن للغة الإنجليزية وهل يتأكد حتى لو جاء اذهب علي posición في quoi اذهب علي我们 السفر والموضوع بسيط ويوجد شيء معقد طيب على سبيل المثال يجبني جميع الاشخاص يلي يدكنوا اللغة العربية واللغة الإنجليزية تمام؟ يعني يجبني أي شخص يدكن اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو وليس وعاء لن نفرق البرمجة كثير حساسة يجبني جميع الاشخاص الذين يدكنوا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية فمن يجبني؟ يجبني الكل بدون استثناء هل باسل وائل محمد ليه؟ هل باسل يتقن للغة العربية؟ تمام وجب أحedu إياه لا أعود بالشرط legacy لا اعود إلى الشرطBOF هل وائل يتقن للغة العربية ؟ تمام سأح Comic phone لاامجو Professor نت 있습니다 ممت بات المتوسreens هل محمد يتقن للغة العربية؟ لا محمد لا يتقن للغة العربية يتجه أقوم بهذا الشرط هل يتقن لغة الإنجليزية؟ محمد يتقن اللغة الإنجليزية أوكي تمام يتقن اللغة الإنجليزية مباشرة روح جبل محمد فراح بناء على هذا الأمر جبل約 3 بلسائطة شديدة طيب لو قلت له روح جبل gekل جميع الأشخاص اللذي يتقن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية بهذا الشكل غاضب то يفترض جبل محمد و وائل لأن باسل لا يتقن اللغة الفرنسية ولا يتقن اللغة الإنجليزية باسل ليس ضمن خيارات البحث هنا لأنه بس يتقن فقط اللغة العربية فبالتالي جاب لوائه محمد فقط لاغه نكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو باتمنى ياراب الفيديو يكون واضح وسهل ونال أعجابكم بالتوفيق الجميع